مساء الخير زوار في الجولدوتكم أهلا بيكم في حلقة جديدة من لايف النهاردة والنهاردة هنتكلم عن مبادرة الصلح ما بين المستشار توركي آلي الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة أن لحد دلوقتي مفيش صلح تم ما بين المستشار توركي آلي الشيخ ومجلس إدارة الأهلي بشكل كامل كل اللي حصل أن الراجل عبر صفحته على فيسبوك اتكلم عن أنه هو الراجل لسه زي ما هو عاشق للنادي الأهلي مشجع للكيان وبيرحب بأي مبادرة أو أي صلح بيجمعه وما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولحد دلوقتي ما كانش أو لحد فترة قريبة يمكن لحد الساعات الأولى من صباح النهاردة ما كانش في حصل أي رد رسمي من مجلس إدارة الأهلي أو من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لكن بعد كده على الظهر مثلا النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا بتاعته نزل بيان من الكابتن محمود الخطيب قال فيه أنه بيشكر المستشار توركي قال الشيخ على وفد أرسله لمنزله للإطمئنان على صحته وقاتبعها بأن المستشار توركي قال الشيخ قال أنه هو تلقى عتاب من زوجة الكابتن محمود الخطيب وبناته بخصوص بعض الحاجات اللي كانت بتحصل في فترة الزعل ما بينهم وهو تقبل عتابهم ده طيب دلوقتي هل إحنا وصلنا لفين بعد اللي حصل ما بين المستشار توركي قال الشيخ والكابتن محمود الخطيب أنا في رأيي اعتقاد الشخص إن احنا وصلنا هنا لنوطة السفر كانت إيه هي نوطة السفر؟ نوطة السفر إن المستشار توركي قال الشيخ السنة اللي فاتت وقبل ما يدخل النادي الأهلي بشكل رسمي أو قبل ما يدخل مجال الرياضة بقى في مصر بشكل عام كان رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وطبعا كان المسمى الوظيفي زي ما بنقولك هنا وزير الرياضة في السعودية لكن دلوقتي الوضع اختلف إن المستشار توركي قال الشيخ ما بقاش رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وكمان منصبه بقى رئيس هيئة الترفيف في السعودية وكلنا متابعين موسم الرياض والشغل اللي الراجل عمله في المجال بتاعه الجديد لكن دلوقتي هو بعيد تماما عن فكرة الرياضة أو بعيد تماما عن فكرة دعم الاهلي أو الزمالك زي ما كان بيحصل السنة اللي فاتت نوطة السفر هنا إن مفيش مشاكل ما بين المستشار توركي قال الشيخ والنادي الأهلي لو مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل كامل تقبل الصلح وما فيش برضو مشاكل ما بين المستشار توركي قال الشيخ ومجلس إدارة نادي الزمالك بالعكس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دايما بيوجه الشكر له على دعمه في الصفقات الموسم الماضي طيب إيه المهم دلوقتي أو إيه اللي كانت الحاجة الأكثر أهمية اللي كان الناس مستنينها فعلا من المستشار توركي قال الشيخ هو طبعا تحركه في القضية اللي كان محبوس فيها بعض من الجماهير بعد مباراة الأهلي هوريا كوناكري سنة اللي فاتت في دوري أبطال أفريقيا واللي حصل فيها السبب اللي كان أدى لمشكلة ما بين المستشار توركي قال الشيخ ومجلس إدارة النادي عيلي والحقيقة هو النهاردة أعلن فعليا أنه هو ينوي التدخل وأنه هو ما كانش يعرف بأن فيه ناس محبوسة على زمة القضية دي ويكلف المحامي بتاعه بمتابعة القضية طيب إحنا هنا يعني بنكمل إنه احنا بنزيح أثار اللي حصل الموسم اللي فات لحد دلوقتي مجلس إدارة النادي العيلي ما أعلنش تصالحه مع المستشار توركي قال الشيخ أو ما أعلنش موقفه من المبادرة لكن النهاردة كان فيه رد فعل شخصي من الكابتن محمود الخطيب بناء على الزيارة اللي قام بيها الوفد التابع للمستشار توركي قال الشيخ فهنا حتى كمان رد الكابتن محمود الخطيب كان رد مش رد رسمي كمجلس إدارة للنادي الأهلي أو النادي بالعكس الخطاب كله مذكور فيه الكابتن الخطيب الكابتن الخطيب الكابتن الخطيب الكابتن الخطيب فهو كان هنا محدد تماما أن ده علاقة شخصية تجمع ما بين المستشار توركي قال الشيخ والكابتن محمود الخطيب لكن بالمواقف اللي كملها المستشار توركي قالي الشيخ بانه هو مثلا على سبيل المثال امبارح اكد على انه هو ما عندوش اي مشكلة في دعم الكيان النادي الاهلي وانه هو مش مستني رد مجلس ادارة النادي الاهلي على مصلحته هو بيتصرف بناء على اللي بيمليه عليه ضميره دي طبعا التصريحات اللي هو قالها امبارح تلفزيونيا على قناة صدى البلد مع هاني حتحوت في برنامج الماتش كمان في نفس الوقت النهاردة بيعلن انه هو حيتابع كافة القضايا اللي محبوس فيها بعض من جمهور النادي الاهلي بعد طبعا اللي حصل فيه مباراة الاهلي وهوريا كوناكري كده الحقيقة يعني ان الاثار السلبية اللي كانت مترتب عليها الاحداث او الاختلاف اللي حصل ما بين المستشار توركي قالي الشيخ ومجلس ادارة النادي الاهلي بتزول وحدة وحدة لحد ما في النهاية لو مشي الشكل ده هنرجع في الاخر خالص لنقطة السفر هي ان الاهلي بدأ الموسم ده بمستقل ومعتمد على ذاته والزمالك بدأ الموسم ده مستقل ومعتمد على ذاته حتى برامد الكيان اللي انشأوا المستشار توركي قالي الشيخ السنة اللي فاتت علشان ينافس في الدور المصري السنة دي هو ابتدى الدوري بملكية ذاتية ومعتمد او مش بملكية ذاتية وطبعا كان ملكية ذاتية برضو السنة اللي فاتت بس نقول ملكية منفردة عن المستشار توركي قالي الشيخ وابتدى الموسم ده معتمد على نفسه ومستقل بكيانه فالحقيقة ان هيبقى المستشار توركي قالي الشيخ بعيد تماما عن الرياضة المصرية بالشكل اللي احنا شايفينه ده وحتبقى خلاص العلاقات هتبقى في النهاية سودها الحب والاحترام ما بينه وما بين كل الاطراف واعتقد ان ده مش هتبقى حاجة بالدايق حد بالعكس ده مبادرة طيبة واكيد هيبطلقة بترحيب الكل سواء جماهريا او سواء اداريا ان ما فيش مشاكل ما يبقاش فيه ازمات وخلاص اللي حصل قبل كده من المفترض بقى ان ده يخص مجلس ادارة النادي الاهلي موقفه الرسمي هيبقى عامل ازاي هل هيتقبل الصلح مع المستشار توركي قالي الشيخ او مش هيتقبل الصلح هل هتعود العلاقات الرسمية ولا هيبقى الموضوع خلاص على قد انه هو انت بترحب بالمبادرة وانتهى الامر على ما هو عليه لسه ده اللي هنشوفه في خلال الايام الجاية لما يصدر رد رسمي من النادي الاهلي لكن بالتأكيد لحد دلوقتي هي كانت مبادرات طيبة من كل الاطراف ان الامور خلاص ترجع على ما هو عليه بس لقبل الموسم الماضي مش مع بداية الموسم الماضي اللي شاهد كل حاجة شفناها بان هو ابتدى الموسم داعم للنادي الاهلي وبعد كده الامر اختلف بدعم نادي الزمالك وبعد كده انشاء نادي برامنس المهم ما علينا هنشوف قصة الصلح دي هتنتهي لايه في الاخر بعد ما نشوف رد النادي الاهلي رسميا على مبادرة المستشار توركي قالي الشيخ ترجمة نانسي قنقر